هو مش خبر هو فيديو نزل على سوشال ميديا وتحديد على تيك توك وكان عليه جدل كبير قوي الفيديو ده اللي بنات في السينما بس هما كانوا بيغنوا ورا فيلم يعني فيلم بيتارد وكانوا بيغنوا الأغنية بتاعت الفيلم ده والحقيقة هما كانوا قاعدين كده خمسة ستة جانب بعضهم وحد فيهم كان فاتح فلاش وبيصور فيديو وعملين بيغنوا صوتهم كان عالي قوي يعني احنا اوكي فيه أفلام كتير بيتم فيها أو بيكون فيها أغاني ومفيش مشكلة مش لازم خالص ان الأغاني دي انت تغني معاها وصوتك يبقى عائلي وانت والجروب مع صحابك فالحقيقة ان ناس كتير كان لها قراء مختلفة بقى عن الفيديو ده ناس شايفة ان هو احنا في السينما فيه رولز اصلا للسينما ومنها ان انت صوتك يبقى واطي خالص او ما تتكلمش اصلا لان الفيلم اصلا شغال ان انت تعمل موبايل اكسايلاند مش همفروض خالص ان انت نسمع صوت الموبايل نوتيفيكيشنز اه ميزد كولز او اي حاجة ان احنا بفضل ساكتين خالص في السينما انت بس بتدخل بتستمتع مش بيكون فيه اي مجال للكونورزيشن خالص دي ناس شايفة كده ناس بقى تانية شايفة ان احنا حتى في الاسد بس انت تلاقيهم عمين بيغنوا وصوتهم عايلي ومفرحانين ومبسوطين ناس تانية شايفة لأ طب هو ليه لأ ما احنا في السينما وعايزين يتبسط وكل واحد اكيد رايح يعني يفك عن نفسه شوية ورايح في جروب مع صحابه وعايز يتبسط يعني ليه لأ ان احنا ما نغنيش مع اغنية الفيلم فناس كانت وذ وناس وكانت اجنزت ناس معه وناس ضد ولكن ناس كتير كانت شايفة ان ده الحقيقة ازعاج كتير اوي او ازعاج جامد اوي لكل الحاضرين اه صوت العاية ده مش مطلوب خالص في السينما واكيد هيأثر يعني مش اوكي هما رايحين جروب مع بعض افرد حد تاني قاعد وراك جاي لوحده او اتنين بس قاعدين وراك مثلا في الكناب اللي وراك يعني اكيد هيضايقوا فقلونا برضو انتوا رأيكوا ايه والله بصي موضوع ده كان برضو في الكومنتس لما لازل الفيديو عليه اختلاف في القراء جامد جدا انا فعلا هقرى شوية من الكومنتس فعلا يعني قللنا كده يعني كان فيه ناس مسلا شايفة انه يا جماعة الناس مبسوطة ليه عايزين ان انتوا تهدموا فرحة الناس ناس تانية كانت شايفة ان انتوا كده ببوزوا الاسبرينس بتاعت حد تاني قللنا حد يقول لنا ما يارفوش يعني ايه السينما هو لازم موبايلك اصلا يكون سايلنت وحاجة تانية الناس اللي بتحب او بقى ده اتكلم عن موضوع تاني الناس اللي بتجيب معايها اطفال او يا ربي الموضوع بيكون كاريسي فعلا لما تجيب معاك اطفال وكمان بعض عارفة السن الصغير اللي بيفضل يزن بس اللي هو ما بيعرفش وضع كورسي خمس دقيقة على بعض صح فبصراحة دي برضو مشكلة تانية حد فعلا سبوتلايت على الموضوع ده بزاعت ان الفيلم ده مش فيلم اطفال الفيلم مباري بزاعت ان الفيلم مش فيلم اطفال بزاعت حد برضو بيقول جمهور السينما بقى غريب قوي يعني الناس داخلت استمتع بفيلم ولا ولا حتى العائل الصغيرة اللي على التيك توك اللي بقوا يعني بيقولوا رأيهم في كل حاجة دلوقتي فبيقول ان زمان السينما بقت مختلفة تماما عند الوقتي السينما دلوقتي بقت بتحسي ان الرولز ما بقتش موجودة اصلا والله علشان برضو يعني ندافع عن الجروب البنات دول فممكن ان احنا نقول برضو لازم ان احنا نقول ان في الجزء ده الاغنية دي كانت اخر مشهد في الفيلم خالص يعني ما كانتش في نص الفيلم ما بوزوش مثلا الاكسبيرينز بتاعت حد زي ما كنا بنقول في الاول ده اخر مشهد في الفيلم ده خلاص مشهد فرح وقعزين يسقفوا والمشهد نفسه كله تسقيف وكله رأس والفيلم خلص فليه ما نبستش عارفها برضو كان في السينمات اللي بتعرض الافلام اللي بتعملت قبل كده دايما برضو بيكون فيه اغاني كده في نص الفيلم في اخر الفيلم اعتقد ان احنا برضو بنشوف نفس المشهد ولكن الغريبة ان قبل كده السينما كلها كانت بترقص كانت بتغني كانت مبسوطة فما كانش فيه حد متضايق لكن هنا لا انتي لو ركزتي هتلاقي في ناس قاعدة وراه لا هم عادي نوري اكشن مش متفاعلين خالص مع الاغنية انت عارفها دايما بحس او باخد الفايب بتاعة السينما يعني القاعة بتاعت السينما اللي انا فيها مؤشر عن حلاوة الفيلم صح يعني ايه يعني مثلا لو انا دخل فيلم كوميدي والناس ما بتتحكش على افه بيتقال فالفيلم مش حلم بس لو سمعت الناس بتتحك او في مشهد مثلا مؤثر قوي في الناس قفت بحس ان الفيلم فعلا عمل يعني تأثير على الناس صح فعلا وصل ان هو قدر ان هو يوصل يوصل رسالته ونجح في ده صح فلو انا مش حسا كده من الناس هبقى مش مستمتعة بالفيلم برضو صح فعلا الناس اللي حواليك برضو وتأثيرهم بيبقى كبير بصراحة حتى الفيلم يعني بتحس ان هو كويس او لا زي ما انت بتقولي يعني من ناحية اللي هو التفاعل التفاعل والانتراكشن ده مهم وبيديك زي هنت كده وانت اصلا بتطلعي بعد كده تقولي عليه يعني بتتسجست او بتريكماند الفيلم ده لحد من صحابك او لا معنا كومنس كتير قوي قوي قاعدة بتتبعت لنا دلوقتي اوه ناس كتير ناس كتير بقى لها ربنا يمسطر هما بيصبحوا على بعض صباح الفل يا جماعة فيه كيمو بيقول رايحيني السينما ينبستوا اللي مش عاجبه اللي حصل ما تروحش السينما لانها مش مكان لانها مش مكان وقعد في البيت بقى وتفرج ده بيقول دي سينما مش حنة خلصي يعني انتونيو بيقول المنزعج يتفرج في بيته يعني ناس المتضايقة بقى تتفرج في بيتهم حبيبة بتقول ايوة طيب بش معنى احنا في السينما لو صورت صورة الفشار بس بيقولولي ممنوع انه زي الناس مطلع مبايلاتها وفلاش راي بيقول كنت هاخد منهم تمن تذكرتي بصراحة النور بيرد على انتونيو بيقول له ما فيش سينما في البيت عمزي بيقول تعليقي في الخبر ده انت حر ما لم تدر ما لا تدر مجت ندر ايه كمان عشان انا طلعت فوق رجد بيقول على حسب الفيلم يا جماعة ما فيش مشكلة يعني البنات يفرحوا ويدلعوا ده كيوت خالص او بصراحة حبيبة بتقول لو اخر الفيلم هيكون الموضوع عادي عشان عشان عجبهم الفيلم واندمجوا معين ام والله يا جماعة ده اخر مشهد فيلم الناس ماشية اصلا مفيش حاجة بعد كده خلاص بس عفكرة ده سعاد كتير بيكون في اغاني في نص الفيلم سعاد طبعا والفيلم ده كان في اغاني في النص عمتا بس ده خلاص يعني المشهد فرح ورأس وليلة وزنباليطة فيعني خلاص منكبروش الموضوع بيجاد بيقول الكلام على ايه صباح الخير يا بيجوز صباح الخير يا بيجاد فرح انت كتبتي ايه بتقول don't ignore my message كيمو بيقول انا حاسس الدايق ومأموسين قوي الناس ما عندهمش صحابه فرح بتقول شدوا كرسي شدوا كرسي واقعدوني معاكم او يلا الجملة دي بتبكرني مش تريف تاني اي شد كرسي تعالي عادي حقيقة بتقول لو اخر الفيلم تمام عادي دي بيقول ما تتجهلوش كوميد فرح فرح بتقول نور صباح النور صديق البرنامج نور دي بيقول استعادت الموضوع والله هم عايزين يتفرجوا على الفيلم ويروحوا بس نور عامل هاشتاج ما تتجهلوش كومنت فرح في اقبال ان احنا ما نتجهلش كومنت مش هينفى نتجهلو بعد الكلام ده او بطرح خليني دلوقتي دي بيقول تجهلو فرح عادي فرح شخصية حرم عليكم يا جماعة فرح اخت خلينا بقى ندخل ايه عندنا بس نقطة زرقى بيقول او بتقول انا شايفة ان عايزي جدا ان يعملوا كده لانهم دفعوا فلوس زي ما كله دفع فلوس انتو بتقروا منين احنا بنقرأ دلوقتي من تيك توك عشان هو علي كومنت كتير او بصراحة حرقة ريبي يقول فعال الهاشتاج ما ايه ما تسيبوش فرح كلنا فرح فرحة ملتصورة في الكومنت فرح المتجهلة من الله من كايرو خلاص بقى سيتقويم الناس علينا فرح ولا ايه احنا بيقول فرح المصفوع من الله من كايرو احنا بيقول اعملوا خبر عن ازمة فرح طب نعمل بودكاست يا جماعة احنا عاملين بودكاست انتو ممكن تسمعنا على بودكاست ابل بودكاست واني غيمي وسبوتيفاي كل منصة لتل بودكاست سلام تحب